اشتركوا في القناة اخرى في الاعجاز القرآني ذكر بعضه المفسرون في قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ومن الاعجاز القرآني ان هذا القرآن يحتوي على كل شيء ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين من مصاديق الكتاب المبين القرآن الكريم في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء من مصاديق الكتاب القرآن الكريم فهذا القرآن يحتوي على كل شيء من علوم الشرق ومن الامور والقضايا التكوينية القضايا التي حدثت او تحدث او ستحدث في المستقبل وهذا من اعجاز القرآن يعني القرآن انت تشوف بين الدفتين صفحاته قليلة الفاظه وجيزة ولكنه يحتوي على كل شيء نعم نحن لنا طريق الى الظاهر فقط اذا انت تعرف اللغة العربية معرفة صحيحة تفهم القرآن ظاهر القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر في آية اخرى الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين لكن هذا جانب من جوانب القرآن ظاهر القرآن وهو حجة علينا لكن القرآن من غير تشبيح كالبحر المحيط احنا البحر المحيط نشوف ظاهرة ولكن ماذا يحتوي هذا البحر في أعماقه من الثروات الهائلة من اللآلي من المجوهرات من الأسماق هذه لا نراها لكن الغواص الخبير حينما يغوص في الماء وله الأدوات يتمكن من أن يرى باطن البحر وأن يستخرج بعض لآله وجواهره القرآن أعظم من البحر ظاهره يراه من يعرف اللغة لكن باطنه يحتاج إلى أدوات هذه الأدوات نحن غير مزودين بها الله سبحانه وتعالى زود رسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام بتلك الأدوات فإذا نريد معرفة باطن القرآن لازم نراجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام إن راجعهم حتى يعطونا من هذا الباطن الذي علمهم الله سبحانه وتعالى لكن إذا واحد بدون أن يراجع عليهم وهو ما يمتلك الأدوات يريد يغوص في بحر القرآن الكريم هذا يغرق يظل مثل واحد بدون أدوات الغواص إذا يريد يغوص في أعماق المحيط هذا يغرق والمثتمثيل للتقريب إلى الذهن الله سبحانه وتعالى علم رسوله هذا القرآن الذي أنزله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون